عن الجماهير هل هناك تسابعون يعني عن كثب استعدادات لتيفوات ربما وفي نفس الوقت أيضا لإقتناء التذاكر من أجل الحضور والمساندة في مركب الأمير مولي عبد الله بالرباط الذي اليوم يعني استعد ولبس أبهى الحلل من أجل أن يكون في مستوى الحدث وأكيد نعرف أن الجماهير الويدادية لدي بلاس موليكي ديرو مشيغي في المغرب حتى على المستوى الأفريقي والعربي وكانوا بالآلاف أتذكر في مونديال الأندية في أبوظبي هنا شارك نادي الويداد فبالتالي الحماس من اللاعبين ينتقل للجماهير من أجل أيضا مساندة ودعم الويداد لأن فرصة تاريخية أن تلعب على أرضك مونديال الأندية أنا أعتبر أن الحماس ينطلق أساسا من الجمهور أن اليوم خصوصا مع هذه الحركية الإلترا وفاصل الوينرز وطريقة تشجيع دياله وطريقة الضغط دياله على الخاصة في المباريات حتى أصبحت مركب محمد الخامس يسمى ملعب الرعب لدى جميع المحطات الوطنية والدولية فأكيد أنهم في كامل الاستعداد بالنسبة للتذاكر تم اقتناءها عبر البوابة الإلكترونية الفيفا فلم يكن هناك أي دخل لنادي الويداد الرياضي في بيع التذاكر أو عملية التنظيم فبالتعليفة يعني الجماهير المغربية عامة اللي دخل السيدان تغنيت راشتريل بيدياله لا أشك أن الجماهير المغربية عامة اللي ده دي خاصة ستكون في الموعد شفناهم كيفاش كانوا في الموعد حتى في قطر حتى أن بعض المنتخبات أصبحت تشتاكي من توفر تذاكر الجماهير المغربية منهم منتخب فرنسي اللي المدرب ديره صرح أمام الصحافة قال لي ما رحنا بحل لك اللعبه في ضربة هذا ولا في الرباط فالحمد لله الجمهور المغربي هو هذا كي يبغي الكورة واربي صحنا وتعالى ما غير يخي يبناش وأكيد غير يكونوا عند حسنة للجماهير المغربية موسيقى